بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله اهلا بكم اعزائي ومشاهدين في حلقة جديدة من حالات المطور معكم سلسعيد بنهاردة في حلقة جديدة او موضوع جديد هنتكلم طبعا ان كنت ازاي تقدر تكسر الافلة او الباص خاص بالاندرويد او تلفونات الاندرويد بطريقة بسيطة جدا وسهلة طبعا يعني طبعا انزم احنا معروف ان الباصات الاندرويد اه تقدر انت تكسرها او في بعض الفيديات اللي انا شفتها على الانترنت تقدر انت تكسرها عن طريق اه الدخول لبعض الاعدادات الل الموجودة في الجهاز بطريقة بسيطة جدا وسهلة النهاردة احنا معنا فيديوهين الفيديوهين جمالي جدا اه طبعا انا لما شفتهم يعني لايت ان الطريقتهم سهلة جدا وبسيطة قوة في نفس الوقت طبعا حابيت اجيبهم لكم طبعا انت الفكرة عامة ايمة على انك انت بتضغط على تلت زرائع مرة واحدة او في لحظة واحدة تمام بعد ما تقفل طبعا ان تلفونك الاندرويد اول مرة بعد كده طبعا بتيجي بتدخلها على قائمة اعدادات بتغير بعض الاعدادات عشان الخاطر بعد كده تكسر الباس او الكلمة السر اللي خاصة بتلفونك الاندرويد طبعا تعالوا نشوف ما هو اول فيديو نرجعتين وانت توقف لمدة يمكن اشترك الاندرويد طبعا انت بغير رد في مرة اضافة اول مرة اضافة كده انا اضافة او لايت كثير من الاندرويد طبعا وشأنا لت piggyبlaf وانت ده او الوناد دوقع وانت توقف الاندرويد طبعا قد توقف الاندرويد طبعا اذا اعطنا نشب الاندرويد والاندرويد طبعا المطلقة لربية إجابة إذا سنتيمتلك المطلقة ، أولايا كثير بإشترك قطعه هذه إجابة مطلقة بإجابة بدأتب قطع أو ما تستمتلك لأننا ستنجى مطلقة 수목مشي حسيط الأشياء فضي المقرد من المسخصير فضي المنزل الانتقوم ببعبوط ورمضي فضي المنزل لقعبه والخلح في خاطئ من منقع يجب أن تكون جدًا و بعدها لنظر وقع الانتقوم بفضل فضي المنزل بفضل سوف يدخل الى المنزل الى المنزل و وقع الانتقوم نغوط بعد سفر المنزل الانتقوم بوتي caminho و عندما تعرفه فضي الانتقوم بفضل شكل من المسخصير طبعا زي ما شفنا اول فيديو الطريقة طبعا بسيطة جدا وسهلة وعن طريق زي ما قولت تغيير بعض الاعدادات الخفيفة جدا النوع البسيطة تمام وتغيرها بطريقة بسيطة جدا وسهلة طبعا في معنا طبعا فيديو تاني لان انا عارف ان في بعض الناس اللي من النوع اللي ما بتفهمش او ما بتفهمش انا اسف بس يعني ما بتسبتش معها العملية اللي المتقرر مرة واتنين وثلاثة فطبعا انا معي فيديو تاني يعني طبعا لو انت ما فهمتش من الفيديو الاول طبعا دي ممكن ممكن يعني يسبت لك المعلومة في الفيديو التاني طبعا الفيديو التاني برضو بنفس الطريقة بس على تليفون تاني برضو سامسونج بس جالاكس تقريباً A A C E على تقريباً تمام؟ تعالوا نشوف بس الطريقة يعني الطريقة عمطان هي متعميمة على تليفونات الاندريد كلها تعالوا تعالوا نشوف الطريقة من در كناة تانية تPUبت من صفوف الطريقة ستحضر 9 x 60 آ Badxs just at the same time, you need to hold this button here 向 you up the volume here and the power button here do these soprattutto all at the same time so the best thing to do is just press that button first then that button and then the power button hold them all at the same time until it flash that and it will wait until it comes up a second time carry on holding shouldn't take too much longer that's right now let go so now basically it's updating application so you leave that to do that which will take probably a few seconds and it will come into the menu that we need to get into so you just leave it as is for now hopefully it won't take too long so this is a samsung galaxy ace 2 that you need to do this on there you go now it's updating that copy in contacts going through right so you see this little menu at the top here you need to go down to wipe data factory reset like so it's not going to focus in very well but that's what it says where i am there so wipe data factory reset and you need to press this button here and then you need to go down it's got no 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 you need to go down to yes wipe sorry need to go down to yes data all used data delete sorry delete all used data which that's what it says there press this button again and it's wiping all your data there as you can see and then that says data what complete and then you need to go to reboot system now and you press the this button again and that will reboot the system so now it's just resetting the phone and then it will basically come up with basically it's a factory reset and it wipes a lot all the locks off it so you can start from fresh but obviously please do take your memory card out first and your sim card because you don't want to go wiping any pictures or videos or music off and i'm going to start again so here we go it's just starting up now hopefully it shouldn't take too much longer now so there you go touch it on android man and you wouldn't start skip unless you want to do that come on and there you go go back to your phone your phone is now all up and running and you've got no pass lock on it so you can set a fresh pass lock and uh yeah there you go thanks for watching please give me the thumbs up because it does help me out and i've helped you out so brilliant see you soon goodbye as well we've seen you I'm talking about really nice and awesome at the same time you enjoyed you just a lot of videos I wanted to send you to your recommendations for you you can try this and other i'll find out if you're going to read the rest of the day I can see you and I'm going to subscribe to you and share the like and subscribe and subscribe and like that as well as well as good as I wish for the all of you I love you اشتركوا في القناة